اشتركوا في القناة أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات مقرونة بعظيم الولاء والامتنان لجلالته حفظه الله ورعاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني الذي أصبح بفضل رعاية جلالته السامية له قوة حامية لمسيرة النماء والازدهار التي تشهدها المملكة وأكد سموه لمقام جلالة الملك المعظم السامي أن الحرس الوطني ازداد قوة وتطورا حتى أصبح صرحا شامخا على قدر كبير من الجهزية والكفاءة القتالية ترجمة لرؤى جلالته السديدة والتي رسخت دعائم تقدمه على كافة المستويات وذلك تعزيزا لدوره ووجبه الوطني المقدس في أن يكون عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمينا لقوات الأمن العام في حماية مكتسبات الوطن ومقدراته والمحافظة على أمن المملكة وسلامة أراضيها ورخاء مواطنيها ومقيميها وجدد سمو رئيس الحرس الوطني في برقيته بهذه المناسبة العهد والولاء للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة بأن ظل كمعاهدنا جلالته دائما جنودا مخلصين جلالته حفظه الله ومحافظين على سيادة الوطن واستقراره داعيا الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويكلأ جلالته برعايته ويمده بمفور الصحة والعافية وأن يديمه ذخرا وعزا لوطننا الغالي وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني أعرب جلالته فيها عن الفخر والاعتزاز بتهنئة سموه بهذه المناسبة وما تضمنته هذه التهنية من صادق معاني الولاء والوفاء للوطن العزيز ولقيادته معربا جلالته بهذه المناسبة العزيزة عن أخلص معاني التهاني والتبركات إلى السموه وإلى جميع منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وأفراد معبرا جلالته عن أعظيم فخره بهم وبما حققوه من إنجازات كبيرة هي دوما محل التقدير والاعتزاز شكرا جلالة الملك المعظم للسمو رئيس الحرس الوطني ولكافة منتسبي الحرس الوطني الأوفياء جهودهم المتواصلة وما يطالعون به من مهام جليلة في الدفاع عن مكتسبات الوطن بالتنسيق والتعاون مع قوة دفاع البحرين ووحدات الأمن العام ليشكل معنا الدرع الواقي لأمن المملكة واستقرارها ونمائها وازدهار شعبها ودعم مسيرة الخير بإذن الله وعونه سائلا جلالته الله تعالى لسموه المزيد من التوفيق والسدد ترجمة نانسي قنقر